موسيقى موسيقى كل اخواتي الاهلوية في كل مكان يارب تكونوا بصحة وبسعادة وفي امام رجعت ريما لعادتها القديمة ومكالمة نص الليل في قناة الحدث والساعتين الايجار اياهم برضو متواجدة حتى بعد انقضاء عهد مضى وحتى بعد انقضاء يعني فترة باقسة لمرتادة منصور هو وهزاز الرؤوس ولكن يتتعادل كرة من جديد ويطلع علينا مرتادة منصور برضو من جديد والمرة دي بيهين رمز كويس ومحترم من لعب النادي الاهل القدامة ومدرب حراس مرمى منتخب مصر كابتن احمد ناجي باسلوب رخيص وباسلوب دنيئ تناول الكابتن احمد ناجي تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مرتادة ال ايه على احمد ناجي ونرجع لكمل الفيديو بتاعنا بس ما تنساش عزيزيا الاهلاوة تدعمنا بلايك وشير للفيديو لو اول مرة تشوفني اول مرة تتابعني اول مرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان وصل لك كل جديد بنزل على قناة القناة الالوية على اليوتيوب يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتادة ال ايه وتعالوا لنا تاني عشان نكمل كلامنا يلا بينا انا بس عادي ارسالي الوستاذ احمد ناجي الشاعر احمد ناجي اخذ بالك هو تريب ان هو اللي كانت بالاطلال والالتاني كان برايم ناجي لا مش هو التاني برايم ناجي برايم ناجي اه 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 بيكتب شعر الاسف رديء يعني ويقض والشعر رديء فبيقولك انه بيعتذر المسؤولين في الزمالك ان هو كان عارض عليه انه هيضرب حراس مرمى ناجي الزمالك في الفترة دي اللي احنا فيها دلوقتي هو بيعتذر يا اخ احمد من فضلك من فضلك بشعرك الجميل دوا اللي اللي ناجي اللي غايت ممكن نص ضهرك قولي مين في ناجي الزمالك احنا دينا شوية قطط في النادي ومنطلحها بأدب كده واحترام علشان احنا ضد ان احنا نقتل حيوان يعني احنا تقولي اي قطة كانت كده قالت ناجي 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 مين فبقاش منظرة على حساب ناجي الزمالك يمكن حضرك قطة مختار كابتن ايمان طاير من البداية يا باشا ايمان طاير انا مكلمه وانا بكلم الكابتن اسامة واسامة اللي اختار احمد عما سود انا تعرف صريحة انا مختارش احمد احمد ده مكتاب لكن يا اسامة انت لما تشتغل احبت تشتغل مع مين تستريح له قال لي اشتغل مع احمد عما سود يعني اشتغل مع قبل كده وفي كيميا وفي كمان يا باشا تنفيق فورا نعم فانا بقول لي الشاعر الكبير احمد ناجي بلاش دبها معانا لان كان زمان فيه ناس بتطنش وناس لجان ملاش لازمة لع فيه دوقتي رئيس نادي ومتحصل باس باسم النادي فانا بقول لك وتضمص كلها اطلع انا عاملك مسابقة هديك 10-13 جنيه لو طلعت قلت حتى حرف الاولاني في القطة اللي كلمتك في القطة نونة والقطة كوكو قل لان حرف انما بلاش دبع ناجي السمالك وانا موجود ده رقم واحد رقم اتنين انا بكرا ان شاء الله في انتظار كابتن متحط عبدالهادي وكابتن امير طبعا لانه مكانهم محبوز في القطة الناشئين وحيكي فروم الامير جاو تاني مفيش اي مشكلة انما ده كان موقف صعب جدا جدا وللأسف القناة انسبورت ركزت على المشهد وعدته اكثر من مرة لستفزاز مشاعر جماهير المغرب العظيمة وجماهيونا بقى مباشر الوداد للمغرب لان الولاد شاب في الاخر جلسيته مغربية وده شعب محترم وقابل الحسن استقبال سواء نادي الوداد او سواء نادي الرجاء وانت كنت موجود طبعا ومصرف موجود لشوفت الاستباد وكان لد من القرار الفوري الحاسم الحاسم لا احمد ناجي المحترم اللي عمره ما غلط في حد ولا اوجه اهانة لحد طالع مرتضى منصور بكل اسلوب غير محترم وغير رياضي بقلت على شعر الراجل وشعره اللي بيكتبه كل واحد وعنده موهبة انا مثلا بحب اغني صوتي وحش مش حلو اعمل قناة على التيك توك او على قناة على الكوي وبطلع اغني فيها صوتي بيعجب ناس صوتي ما بيعجبش حد حدا بتاعتي حدا ملكش دعوة بيها يا مرتضى واحد بيكتب شعر شعره حلو شعر وحش دي موهبة ربنا خلقها فيه بيطلع بيفرغها للناس ناس بتقول عليه كويس ناس تقول عليه وحش هو حر طالع بتقلت وبتعيب عليه ليه دي رقم واحد رقم اتنين الراجل طلع بمنتهى الادب والاخلاق والزوق في احدى البرامج او في كذا برنامج قال ان فيه تم طرح اسمي من احد المسئولين ولكن انا باعتذر لايه نادي الزمالك انا اهلاوي ونادي الزمالك غني بابناؤه وابناؤه اولى بتدريبه مني الراجل اللي تكلم ولا قال كلمة غلط ولا كلمة عيد ثم انت يا مرتضى مش انت رحت لحسام البدري وتربت على درب النادي الزمالك حصل وما حصلش قبل كده يعني قائم ان انت تجيب الراجل اللي كان معاون البدري تالي مع البدري لتدريب الزمالك فما تلفش وتحور وتدور وتدحك على نفسك وتدحك على الجنهير وتبين للناس يعني عيب ان حد من النادي الاهلي يرفض تدريب نادي الزمالك نادي الزمالك كله مصايب وكله مشاكل سيبك من الفلوس وانت ما بتقبطش العائل فلوس وكده لا انت كما بتدخل مع الجهاز الفني ده يلعب وده ما يلعبش يلعب اثنين روس حربة لا يلعب اثنين ارتكاز لا يلعب تلات ارتكاز يلعب لي مش عارب بمين ورا شيل الحارس ده وحط الحارس ده ده انت يا راجل مرة قبل كده ايمان عبدالعزيز كنت بتتصبه بالتليفون بتقوله يا ايمان طلع فلان ونزل فلان فعيب يا مرتضة تخلي عندك شوية احترم لنفسك واحترم لسنك يعني الوقت ما يبقاش كله عيوب ويطلع يعيب على الناس انت كلك عيوب يا مرتضة احترم شعرك الشاي احترم سنك احترم جماهيرك بس هنقول ايه نعيد الكرة من تاني ويبدأ مرتضة من تاني ونرجع لعهدنا من تاني انتهى الفيديو بتاعنا ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو لو اول مرة تشوفني اتشترك